يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين وعلى هذا الأساس أدعو السيد تبون عبد المجيد رئيس الجمهورية إلى أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 90 من الدستور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم نوفمبر الخالدة أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلام وأمجده وأدافع عن الدستور وأسعى على استمرارية الدولة وأعمل على توفير الشروط اللازمة لسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري لسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري وأسعى من أجل تدعيم المصاري الديمقراطي وأسعى من أجل مساري الديمقراطي وأحترم حرية اختيار الشعب وأحترم حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وأحافظ على الممتلكات والمال العام وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن وأعمل بدون هوادة وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره وأسعى بكل قوايا في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة للعدالة والحرية والسلم في العالم والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد اعتمادا على إعلان المحكمة الدستورية المذكور أعلا وعملا بمقتضيات المادتين 89 و90 مجتمعتين من الدستور أعطي إشهادا لرئيس الجمهورية السيد تبون عبد المجيد على أدائه لليمين الدستورية أمام الشعب وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة والله ولي والصفيق